فهمت كيف نعم يا سيدي أنا أستمع إليك نعم أهلا يا أختي أنا عندي تسأل عندي أمي توفات ربي رحمها الله يرحمها ويوسع عليها إن شاء الله إن شاء الله يجعلنا أهل الجنة لكن أنا متافرة وأختي كانت معها في المستشفى هي توفات كورونا و لما توفات قالوا لهم من غسلوهاش لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا لي أنت سائلة من أمريكا صحيح أنا أمي الآن أنت تتصلين من أمريكا أنا أمي الله يرضى عليك قالوا لك يمك لما ماتت من غسلوهاش على في المستشفى قالوا لهم ما تتغسش تدفن هكك هذا المستشفى أمريكي أو في الجزائر لا لا في الجزاء في بعينة أه وأنتي تسألين عن حكم هذه المسألة لا كان نقطة ثانية قولي هل هي لما رقدت في الليل كانت حاطة للحفاظ وأختي لما جاوية الدوة أمي كانت مصدومة يعني مصدمة ما عرفتش واش تدير ومانحات لهاش الحفاظ وأمي حطوها في صندوق ما لا بيستحها بكلش كما كانت حطوها بعدها بيومين باش تبهت أختي إنها منحات لهاش الحفاظ وقال لي بلك رانا أسمين وبلك لازم نديرك حاجة كفارة حبينا نسألك يا شيخ باش تقولنا واش نقدر نديره هو الذي كان سببا في دفن هذه المرأة المسلمة التي ماتت مريضة بالكورونا بلا غسل لا شك أنه يحاسب يوم القيامة لأن الميت ما يعديش يا أختي الحي هو ليعدي الميت الحي يعطس على إنسان يعديه يخمسي إنقلك الأمراض ولكن الميت ما يعديش يموت معه مرضوه وأنا من بداية كورونا وأنا أقول من مات بالكورونا يغسل وكانوا بعض الفلاسفاء يقولوا لا 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 يغسل لأنه يصاب بالكورونا ما كاش منها دير قفاس في يدك ولا تصاب دير قناع على فمك ولا تصاب أعلى الميت حي يصعل عليهم الميت حي يعتص عليهم الميت حي يعنقهم أو ميت كين أمراض أخطر من الكورونا وغسلوا يغسل ويكفل الآن أختك عيطولها في المستشفى أعطاولها يمك ما قالوا لها ما تغسليها خلعوهم قالوا لأنها ماتت بالكورونا وانسات دفنوها بالحفاظات يعني يمك يمك لا شيء عليها يمك ماتت شهيدة رب يعطى لها أجر الشهيد ماتت راضية صابرة مبتلات ولكن لي كان سببا أنا ما نشعرش كون هذا لي كان سبب أنها دفنة بلا غسل هذا يحاسب عند الله عليه أن يتوب ويستغفر ويندم على ما فعل ويكثر من الصدقات ومن النوافل لعل الله يغفر له ولعل يمك تغفر له ترجمة نانسي قنقر